أزمة كبيرة يعيشها سكان مدينة عتق مركز محافظة شبو قرران قضاع مشروع المياه عن أحياء المدين فمثل هذه المشاهد تتكرر بشكل يومي في المدين حيث يعيش الأهالي تحت وضعة المعاناة التي فاق حملها ضاقة الجميع وبات الحصول على المياه ليس بالأمر السهل وليس ثمت خيار آخر أمام المواطنين سواء اللقوء إلى المساجد لقلبها أو الاعتماد على شراء صهاريق المياه بأسعار المضاعفة فوق دخلهم المحدود نحن معالمين قطاع مستمر يا أخي في الماء هذا تمام حوالي سنة ونص ونجيبه بالوقت والوقت يعنيه ويقدر بثمانية ألف ريال نجيبه واللي نروح للمساجد نتطلب نروح للمساجد والمحلات اللي فيها الماء ناقل الماء نطلب اليات المعانية بالنظر إلينا كمواطنين أسباب كثيرة تتواجه المؤسسة العامة للمياه الصرف الصحي في شبو وتعتمد عاصمة المحافظة والمناطق المجاورة لها على مشروعي لضخ المياه من خارج المدينة لكنها لا تلبي حاجة السكان خصوصا مع زيادة تعداد سكاني والمنشآت في السنوات الأخيرة المؤسسة عايزة عن ضخ المياه على القدرة التي تكفي المواطن سواء في العاصمة عتق أو في القرى المجاورة وذلك العدم اكتمال الآبار عندنا الآبار الحقل فيه ثمان آبار ولا أشتغل فيه إلا ثنتين آبار في حقل الشبيكة وإيضا الحقل العوشة نفس الطريقة ما فيه إلا ثنتين آبار المضخات التي تمد المدينة بالمياه ليست بخيرها الأخرى وتحتاج أيضا للصيانة وعادة التأهيل في وقت تشقو فيها إدارة المؤسسة من شحة المكانيات وقياب السيولة النقدية التي تمكنها من القيام بمهامها إلى قهل مشاكل أخرى تعرق الوصول المياه إلى المدينة أبرزها لانقضاع المتكرر للتيارة الكهربائي وعادة توفر محروقات الكافية للمولدة الخاصة بالمؤسسة ليبقى وحده المواطن من التكبد المعاناة التي يضول معها انتظار الحلول والمعالقات من القهات المعنية إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبو شكرا